حضرات الوقتي على مقر موقع يلا كورا مع مرسلتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع والجديد بذكرنا حيكون معها اللقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير نشر بموقع يلا كورا صباح الخير عليك وصباح الفلة على ضيفك العزيزة تفضلي سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أبرز وأهم العنوين النهاردة من جريدة الجمهورية إشادة عربية بالتنظيم المصري للرماية من موقع اليوم السابع الرجال نمبر ون والسيدات بالمركز الثالث في البطولة الإفريقية للتايكوندو من موقع يلا كورا بمشاركة ديانج المنتخب الجزائري يفوز على نظيره المالي والديان من جريدة الشرق الأوسط كأس أوروبا إسبانيا لاستعادة الكبرياء وبولندا تنتظر مكافأة والسويد تكافح من دون إبراهيموفيتش وأخيرا من جريدة الرياضية السعودية الطريق مفتوح أمام المنتخب الهولندي بعد إخفاق كبير في النسختين الأخيرتين تفاصيل كل الأخبار دي طبعا هيكلمنا فيها أكتر مدير النش في موقع يلا كورا الأستاذ أيمن جلبرتو طبعا برحب بيك عبر شاشة قناة الأهلي في البداية يعني خلينا نتكلم عن المشاركات العامة للمحترفين في توقف الدوري شايفها إزاي؟ أهلا بيك وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي وصباح الخير لكريم طبعا يمكن مشاركات اللاعبين المحترفين للنادي الأهلي الدولية كانت شوية مميزة بالنسبة لأليو ديونج الرجل لعب مباراة كاملة أمام منتخب الجزائري يمكن طبعا النتيجة كانت لصالح للمنتخب الجزائري مش المالي ولكن أليو ديونج شارك بشكل طيب الحمد لله ما فيش أي إصابة ما فيش أي مشكلة يمكن علي معلول كمان طمنا عليه لما لعب دقاي برضو مميزة في مباراة تونس الودية مع الكونغو طبعا علي معلول محتاج الفترة دي أنه هو يرجع تدريجيا للمباريات شفنا أنه شارك في شوت في كأس السوبر غايب بقاله فترة طويلة فأعتقد فترة توقف الدولة دي هتبقى مهمة لعلي معلول بحيث أنه على مباراة الترجي إن شاء الله يكون استعاد جزء كبير من مستوى الفني والبدني ويساعد النادي الأهلي يمكن وولتر بواليا لم يشارك مع منتخب الكونغو تواجد على مقاعد البودلاء وبدر بنونها في معسكر منتخب المغربي للمحليين فحتى الآن الأمور طيبة للمحترفين للنادي الأهلي الفترة دي أجازة بالنسبة للعيبة الموجودة هنا ما فيش إلا تجمع المنتخب الأوليمبي إن شاء الله يبقى كلهم جاهزين لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإذن الله إيه توقعاتك بقى لليورو اللي جاي بما إنه خلاص قرب وخلينا نتكلم أكتر عن إصابة إبراهيموفيتش وأنه غالبا يعني مش هيقدر يشارك طبعا لأ إبراهيموفيتش كلنا تابعنا المؤتمر الصحفي لما عاد من اعتزاله الدولي بعد سنوات من القرار وإزاي وإنه كيفية تستقبله طبعا لخبر أنه هيبقى موجود مع منتخب السويد بالطبع الإصابة الأخيرة هي إصابة طويلة يعني هتخليها هتحرمنا مننا نشوف إبراهيموفيتش في هذا السن وبهذه الإمكانات نوعي بقى موجود مع منتخب السويد في اليورو بالتأكيد هو من أبرز النجوم الغائبين عن اليورو يمكن هم كمان معهم أسبانيا في المجموعة من طبعا من ضمن المنتخبات المرشحة أن هي تفوز باللقب مش بس تعدي يعني من مرحلة المجموعات كنا نتمنى نحن نشوف إبراهيموفيتش ولكن الإصابة حرمتنا أعتقد يعني من الصعب إن إحنا نشوفه في يورو قادمة مع إبراهيموفيتش طبعا يعني ما بيبقاش فيه مستحيل ولكن يعني كان دي ممكن تبقى نهاية سعيدة لمشواره الدولي ولمسارته الطويلة مع منتخب السويد والملعب ولكن هي الإصابة لقدر اللاعبين وإن شاء الله نشوف بطولة يورو مميزة ونستمتع بالمباريات والمنتخبات تقدم لنا مباريات فنية مميزة طيب خلينا نتكلم أكتر بقى عن المنتخب الهولندي يعني هل ممكن يحقق اللقب هذا مستحيل؟ يعني المنتخب الهولندي بالتأكيد بداخل اليوروب بذكريات لقب 1988 وطبعا كان معهم العملاق ماركو فان باستن طبعا الأجيال مختلفة طريقة مختلفة ولكن المنتخب الهولندي من المفترض أنه يكون ضمن المنتخبات اللي هي بتنافس على اللقب أو بتتواجد في مراحل متقدمة طبعا النسخة السنة دي فيها المنتخب فرنسا يعدها المرشح الأبرز فيه المنتخب الألماني فيه أسبانيا فيه كمان البرتغال فطبعا دي منتخبات من المنتخبات القوية هولندا تقدر أن هي تزاحم المنتخبات الكبيرة دي في اليورو 2020 هنشوف إذا كان هم يقدروا يحققوا مفاجأة مع فرانك دي بور ولا مش هيقدروا كل دي حاجات هتجواب لنا على الأيام اللي جاية ولكن في النهاية بنتمنى أن نحن نشوف مباريات مميزة ونستمتع بكورة مختلفة بعيدا بقى عن الضغوطات في الفترة اللي فاتت دي بشكرة جزيلا الأستاذ أيمن جلبرتو يعني مدير النشة بموقع يلا كورة يعني مشاهدين دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع يلا كورة بشكركم جدا وعودا لك يا كريم مرة تانية نحن نشكر جزيلا الشكر روزان وبمرة تانية بكرر تحياتي لأستاذ أيمن جلبرتو والشكر موصول للزميل العزيز